بسم الله الرحمن الرحيم طلاب حبايب طلاب سنة تالتة هنبدأ حل كتاب سينيور اكسرسايزيس يونيت فايف طبعا اول جملة بيقولي ده انترنت عالم الانترنت طبعا المفروض ان في اوف هنا مملو بي مملو بي بقى طبعا بالفيرتشوال اصدقاء اللي هما الافتراضين يعني في بعض الجمل مش هنوفها كتير يعني لان جابة بتاعتها واضح الانترنت بيوفر لك ايه الوصول السريع طبعا ايه السريع فين بقى الصفة طبعا انستنس مش ايه مش الصفة ده النون هي وايه بقى انستنت اكسس اللي هو الوصول السريع بليز زا تيفي وايل يور فادر اس توكينج لو سمحت اعملي في التلفزيون ووالدك بيعملي بيتكلم يبقى بليز اكتم التلفزيون ميوت زا تيفي الناس اللي طبعا ما تنفع سايلنت سايلنت يعني صامت مش صامت سايلنت يعني صامت وضم دي طبعا يعني اخرس وترنت قلب مش هتنفع طبعا هي بليز ميوت زا تيفي طبعا نمسح اللي انا عملته ده فين الاس تيكة ايوه ارجع يا منادر نرجع تاني بقى للكتابة توبريفينت بارغلاري اللي هي السرقة اجود الارم سيستم يبقى عشان تمنع السرقة سرقة المنازل وكده السرقة نعمل ايه هنعمل ايه هنركب اجود الارم سيستم طبعا ليا ايه انستو والراجل طبعا هنا بيقول لك هوت احزا بس ان انا ايه ازبط هنصبع الارم يعني يلا يعمل اهو طبعا مش يشيد ولا اقتاش يربط ولا يرفق ولا نستيل ازا ما كتب لك الكتابة هوت اني دي معناي اغرسك ايمن نا هي انستو ليس بيت جهاز اي كانت with all that noise going on انا مش عارف اعمليه مع الضوضاء دي ديبند ولا انسيست طبعا ديبند ولا انسيست ديبند يعتمد ولا انسيست يصير ولا كونسنترات طبعا لكونسنترات يركز كمبان سيت يعود عمل يعني سكرين احنا خدنا شير سكرين يعني شير ايه يشارك الشاشة يعني يشارك في الشاشة يعني ايه يشاركها يعني يشارك يعني يشارك الشاشة بتاعته عشان يبقى الكل شايف ايه انا 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 اسف انا ما اصادش تجده والله حصل بالحقي باي اكسدنت قلنا باي يعني اكسدنت يعني قدرا كده يعني مش اقول بالصدفة يعني باي قدرا يعني حاجة حصرت كده يعني غصبا يعني ما كنتش قصيد ده مش باي انتنشن بالنية ولا انسدنت حادث ولا انت حادث حين اخذين هدي الرسائل النصية بقى مش دي شوف مساج عارف المساج عمرو لك مساج برينتينج لا طبعا هي ماسجينج دي جاي من المساج اللي هي الرسائل الجملة دي مهمة بسبب البطالة ريز دي معناها يرفع ودي من الافعال اللي تتبع بمفعول يعني لازم بعدها مفعول ريز دي معناها يرفع ودي بعدهاش ما فين المفعول هنا عشان اقول ريز يعني يرفع او يربي او يحسن او ايه وبشكل عام معناها يرفع مثلا عشان اجاوب ريز دي قلنا معناها تشرك الشمس وينهض مش هنقول ميني بروبلمز ريز ريز يعني يرتفع ودي من الافعال التي لا تتبع بمفعول بس مش هقول ميني مش هقول ميني بروبلمز ريز بترتفع ولا تشرك برضو دي بتجيب معنا تشرك وبتجيب معنا ينهض ايه هي امرج العديد من مشاكل بتحدث او بتنشأ بسبب البطالة مش ديبالوب طبعا يطور ولا ينمي بارتكل جيبز سام ايه on how to cut down اكسبنس اكسبنس ايه النفقات احنا خدنا تيبز على طول نصائح on people who smoke have healthy problems طبعا on average على طول معروفة دي on average عموما او شكل نعم there is a significant in sales خلي بالك في المبيعات it decreases decrease يعني تناقص تناقص بـ 20% يبقى مش هتبقى productivity انتاجية ولا زيادة increase ولا طبعا rise زيادة برضو كلمة rise برضو بتجي معنا زيادة او علاوة هي decline يعني decline يا تدهور او تدهور او انحضار يبقى في تدهور في المبيعات بدليل انها متنقصة خلي بالك الدليل اهو انها متنقصة بالمقدار كام 20% انا باش اخبط لها قدعين مش اخبط لي بس كده the computer the computer isn't working لا يعمل because you forgot لانك نستي تعمل يبقى النت it نستي تويبقى the computer isn't working لا يعمل because you forgot to it plug it in plug it in يعني ايه بقى ان انت توصله بماخذ الكهراب يعني تحبط الفيشة فيه please send a covering letter ابعت لنا خطاب يعني تقول فيه بقى يناتك covering letter ده خطاب انت بتقول فيه بقى الايه ال application form بتاعك لما بيكتب covering letter وهنا اخد الحاجات ده في skills with your a form ال application form طبعا بتاعك يعني معروفة it's advisable منصوحن به to visit your dentist twice ايا عشان تعمل check check كده انت بتروح تفحص تشوف الدنيا عامل ايه يعني انت مش رايح بعلا انت رايح تعمل check contact فيه تعبير كده اسمه interpersonal personality اللي هي ايه بقى المهارات الشخصية اللي عندك او الحاجات الشخصية interpersonal شخصية the new drug has become the subject of heated طبعا heated هنا مش معناها يعني بيتسخن حاجة مادية يا لأ هو عايز يقول ان الدواء ده اصبح المادة بتاعة المناظرة المتقدة heated يعني مشتعل مناظرة مشتعلة اندخلك في العربي بقى وانت خيبان في العربي لما اغزى يا جماعة heated debate يعني زي ما انا بقول لكم في العربي كده في زمة الله خيبانين في كل حاجة لما اغزى برضا heated debate يعني مناظرة متقدة محتدمة مولع يعني يعني فيها جدال ونقاش يعني فيه ناس بتماقش تقولي الدواء ده خطر لا الدواء ده امان لا كده يبقى ده نقاش يك تفهم بقى الشركة اطلقت طبعا نسخة زي ما الكتاب كتب لك نسخة معدلة لكن دي نسخة كتاب وصوفت وير انت عارف الصوفت وير بقى بتاعة الحاجات البرامج وكده احنا اذا لم نستجيب ماشي للتغيير هنظل سابتين stand still يعني سابت يبقى تو اهي خلي بالك مش reactive to ولا deal to ولا reply to نرد على التغيير لا respond to نستجيب للتغيير the job requires someone الوظيفة تحتك شخص ما with a computer background ازو خلفية بقى بتاعة computer background يعني خلفية علمية للكمبيورة we are looking for writers to join our team احنا بنبحث على كتاب وصفهم ايه بقى ريون دي مدمرين ولا سبويل دي فاسدين لا طبعا هي motivated محفزين واحنا قولنا motivate يحفز motivate يحفز الصفة منها motivated وفي motivation الدافعية المستر عمل لنا ايه بقى mind map خريطة ذهنية طبعا من الحالات اف وارد بتفهموها بعد كده وظيفة القادي بدون bias اللي هو الايه الانحياز والتعصو يبقى وظيفة القادي انه يطبق القانون طبعا فولد دي تطبق بطنية ولوج دي تدخل عن net log into the internet وجون يعني يرتبط بي او يربط هي apply طبعا وقولنا apply دي معناها يطبق فكرة او يطبق شيء يطبق القانون all flights have been a because of the new store كل الرحلات حصل ايه بسبب العصيفة السلجية زي نوستورم طبعا دي ليه طبعا اجلت معروفة يعني delayed بعد كده باشا الجملة اللي بعديها twenty five when he moved to cairo he took in the suburbs اللي هو الضواح يعني الضواح المدينة اللي بتتسكن دي يبقى when he moved to cairo he took اللي هي المساكن lodgings 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 كلمة دي لسه في القصة على فكرة lodgings انت اخذوها لسه في الشابت رزي اللي جاي teachers have more overpubled than their parentis have المدرسين لهم سلطة وعلى الطلبة اكتر من والديهم اشك انا في الحوار ده الطلب عادل عالم سلطة احيانا من المدرس ولا من اولياء الامور ما تزعلوش مني يا جماعة بقولوكم الكلام ده وانلاين وكده معليش ما فيش سيطرة المدرس بيصوته بيروح والأب بصوته بيروح وانت الخسران في النهاية ما تزعلش مني انا بنصحك عني انت هو كمان يبقى teachers have more control لهم control we are looking for someone who is and hard working hard working ده صفة معناها مكتهد وده صفة مركبة يبقى احنا بنبحث عنه confused مرتبك ولا deceitful مخادع ولا untrusted غير موصوك فيه طبعا reliable reliable يعني موصوك فيه ويعتمد عليه وعكسها unreliable لو عايز تستفيد بسبب إصابته يبقى استبدله substituted تستبدل يا باشا عزين الجملة دي عاد تكتب employer اللي هو بيوظف الناس ومبلوي ده الموظف يبقى كل الموظفين في الشركة كلهم متردقين يعني ايه متضربين كويس violent crimes القرائم اللي فيها عنف have become seriously lately طبعا increasingly بقيت يعني increasingly متزايدة يعني let's look at the to see when the train arrives لما نشوف القطر يوصل امت يبقى ده schedule schedule وطايمتابل يعني قد والمواريد بتاعه it was the first time that we had lived away from his family يعني دي كانت اول مرة يعيش فيها بشكل مستقل طبعا dependent اللي بشكل اعتماد يبيعت لا هي بشكل مستقل independently يعني بيعيش لوحد يعني this automatically correct in his billing mistakes البرنامج ده بيصحح الاخطاء بشكل automatic automatic يا باشا tomotiki يبقى software tomotiki automatically يعني حاجة tomotikية كده he is wearing an limb to held him walk يبقى الراجل لابس تقولنا لو تفتكروا حاجة اسمها artificial limb limb اللي هي طرف صناعي الاطراف الصناعية ربنا يعني يحميكم قوي حوادث الانسان يفقد جزء من اعضاء يعني يد ولا رجل بيركب رجل صناعي او يد صناعي وقد يولد عنده مشكلة فممكن يعمل اليد الصناعية او الرجل الصناعية النعم اللي احنا فيها ده ضروري اوهام ان انت تعمل في الوقت بتاعك طبعا دي كف دي مش ادفرب هو عايز ادفرب يقولك بشكل بشكل تدريجي لا بشكل فعال الظرف من فعال لكن بفعلية فانت ينظم وقتك بفعلية احنا اخذ ناس وذات لو تفتكر جدا من درجة انه ويتحط صفة في النص يبقى هو مبدع لانه بيجاوب مش زيك خيبان اكد في ما بين التلوث والاحتباس الحراري زيادة التلوث تؤدي لزيادة في احتباس الحراري استدعيت حد يبقى ده الدعم الفن عشان يصلح لمشكلة لو سمحت تقول بالتأكيد او بالتحديد انت جاي ولا لا هي طبعا بالتأكيد لكن هارضي ده احنا قلنا بالكاد او بالعافية الأرقام والاشكال الهندسية بتاعت الجرائم بتبين النسبة اللي هي بتزداد يبقى محددة نسبة محددة بتزداد فيها نسب الجريب احنا لازم نتبنى عندك يتبنى فكرة لكن ادابت دي يتكيف او يتلاق واستك دي معناه يلصق ابزور بينتص ما فيش حد يجرؤ ان يقول السؤال بتاعه طبعا كلمة دير دي لسه تخدها في الستوري دير وخدت انت دير يجرؤ يعني انت اخدها في سنة تانية دير ما فيش حد يجرؤ يسأله سؤال ليه خد قراره ده لقت اللي جوزها يبقى بتبحث عن الانتقام وانا هيلكم الكلمة دي اصلا يبقى انهارت قلنا ياريس انهارت اخدتوها في سنة تانية في كين جلير في كلمات كين جلير وبرضو هتاخدوها السنة دي لسه في الكس طبعا دي وحرف الجار طبعا كلمة تاخد الكولوجيشنز وقلنا الكولوجيشنز دي يعني تعبيرها تتجي مع بعضها take a break have a shower ها زي او the team's defeat هزيمة الفريق rise to criticism to their performance طبعا يعني يسبب يبقى يؤدي ايلا ده تعبير يبقى give don't forget to the label to your luggage ما تنساش بتعمل ايه في اللاف ايه label دي اللي بتبقى ملزوقة في التيكت اللي بنحطه على الحقائب اللي بيحطولك في المطار label دي اللي بتبقى موجودة على الجاكت ولا حاجة وانت بتشتريه مكتوب بها بتتبعه يعني من مادة ايه ومصنوعة فين وتمانها ايه وانت تعرف اللي هو الاساس او من اللاجج قصدي امتاعة الصفر التانية furniture اللي بقول عليه لكن لاجج دي حقائب الصفر امتاعة الصفر لو تفتكركوا تقول لكم الاسماء اللات لا تعد يبقى ما تنساش تؤتاش تربط label to your luggage يحطوا لك كده بيحطوا لك تيكت على الحقائب الصفر بتاعتك ما نفعش على ضبط طبعا ولا install انت مش بتثبت جهاز ولا raise يرفع هي يربط او يرفق حاجة بحاجة بسم الله نخش على اللي بعد زي instructions اللي هي التعليمات no sense يعني ايه منقول مش مشكلها معنى ممكن تشرحها ليكو دي make no sense في make sense يكون معنى عكسها بقى make no sense my daughter was proud come اوعى تقول off يا حمار ما نعرفك تجري على off proud of يا ابني proud of دلو بعدها verb بلاسة ng or now neither is proud of his father فخور بوالده neither is proud of passing زي exam لكن neither is proud to pass زي exam to come يبقى تو زاد مصدر انا بص ايدك الحتة دي مهمة before the milk comes to the boil قبل اللبن ما يغلي يعني turn is a heat turn it down خفض الروح يحدد decide on وفي decide ذات على فكرة بعدها جملة اكتب النوتس دي decide to بعدها مصدر she uses the internet to get in touch with get in touch with get in touch with عشان يبقى لاتصال بي teaching is a stressful career اوالله التدريس ده مادة يا سلام وظيفة مليئة بالضغوط يعني المدرسين كلهم يعني تعبوا ربنا يستر عليها ويستر على بيت المدرسين والله teaching is a stressful career عكس ايه معروفة عكس ريلاكسنج ما فيش وظيفة ريلاكسنج على فكرة يعني التوتر في كل المهن يعني بس المهنة التدريس مهنة صعبة سيبتوتر زيادة لكن ما فيش حد يعيش سعيد كله بيجاهد في وظيفته فيش وظيفة سهلة عشان في ناس بيقول ريبلاي ريبلاي يستجيب انت ممكن ترد رد بدون استجابة يعني ممكن ترد رد كده يعني بنظرة لكن هي react يستجيب ومنها reaction رد الفعل hard walk is the magic formula او الله العمل الجدي ده الوصيفة بص التركيبة السحرية for instant success للنجاح السريع يعني and for instant عايزين العكس بتاع كلمة instant السريع طبعا عكس slow وانا في الخارج انضميت لاجتماع افتراضي مع زملاء العمل in cairo الافتراضي يبقى حاجة actual واقعية يعني عادين face to face لكن الافتراضي يبقى حاجة ما هياش اصلا يعني face to face يبقى actual زي الvirtual friends اصدقائك على النت دول مش حقيقين يعني 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 صورة هم بيركبوا جهاز تكيف جديد ده ما كلمة انستول تصدم على جهاز الجديدة the synonym of install is repair مش يصلح ولا remove يزيل ولا buy اشتر يا سيل our aim هدفنا نقلل حوادث الطرق اوافيات الطرق all the following كل الكلمات اللي جاي كان replace ممكن نستبدلها بكلمة reduce يعني ممكن تقدي معنى كلمة يقلل كلها معادة ايه بقى decrease شغالة بتسويها برضو يعني يا تناقص هي reduce دي ما تنفعش نستبدلها بيها لان دي اصلا عكسها خش رعا الجرامر ما تخافش خش خايف ليه ما تخافش يا خليك راجل وطبعا طبيعي جدا وبقولها هو انتو تلقبطوا الفريزر بس التدريج هنفهمهم the police the police are looking into وعطولي looking for the crime يا طولي look for يبحث عن الجريمة انت عبيد looking into the crime هيبحث في الجريمة please switch the lights as you leave وانت ماشي عشان ما تقوليش قلني احمار ده بقولك وانت ماشي يبقى off don't forget to turn the light before going to bed ما تنساش تعملي في النور قبل ما تنمشي او تنام يبقى off could you turn the sound i can't hear the news انا مش هادر اسمع يبقى up على الياد مش توطي how do you switch this computer i want to send an e-mail الراجل عايز يبعت يعني مين مش هقول switch off يبقى don't turn the water full and conserve conserve يعني حافز على edge drop على كل قطرة don't turn the water يبقى ما تعملش ايه في الحنفية يعني water on ما تشغلاش جامد يعني ما تبعت هي يعني مش on يعني don't turn the water on full يعني ما تفتحش يعني فيها على الاخر يعني i stopped and waited for my friend to ايبا انا وقفت واستنيت صاحبي يعمل ايبا to i stopped and waited for my friend وقفت عشان صاحبي الحاني to catch up خلي بالك في catch up with دي لازم بعدها مفعول لكن catch up ما فيش معادها مفعول to catch up واستنيتوا انه يوصل يعني we are driving to the airport the next morning to my father احنا رحي المطر بكرة ليه قلنا pick up my father pick up يعني يجيب شخص من المكان وانه اضروب اف ده يوصل شخص المكان we work day and night احنا نعمل ليلة نهار to ease advanced countries عشان نسائر الدول المتقدمة مش look into ولا turn up ولا stay in touch يا catch up with ان احنا نلحقهم ونبقى زيهم i still with my best friend from childhood انا ما زلت على اتصال بصديق منذ مرحلة الطفول childhood مرحلة طفول i still stay in touch stay in touch keep in touch خلي بالك stay in touch او keep in touch عكسهم lose touch with يفقد the government has set up a committee assisted لجنة to ease an incident تعملي بقى في الحادثة اللي حصل الدي بقى انتوا يتحرق ويتحقق مين things are changing so fast الاشياء بتتغير كل يوم بسرعة it's hard to eat with them to keep up with them keep up with them ان احنا مش قادرين نساير دا كله طبعا دول التلاتة بره اصلا i would like حزاري i would like جمال مهمة ايه الاباستروف دي دي اختصار would قلتلك الفعلي like من غير الاباستروف دي دي اخد الاتنين to pay او paying لكن i would like وقلتلك الافعال دي لازم ان تكبر من انت تستخدم توزاد المصدر يبقى to pay my bills online لازم ان تدفع الفواتير online موضح appears many friends appears معروف انها to have اكبر ياخد توزاد المصدر i recommend him first انا فعلي recommend دي على طول معروف انجي meeting i didn't mean يبقى انا ما اصدت sure feelings يبقى الفعلي مين هنا جايب بمعنى يقصد احنا قلنا الفعلي مين لو جيب معنى يقصد بعد دي توزاد المصدر لو يتضمن او يشمل بعضها انجي يبقى i didn't mean to hurt your feelings ما كانش اصد رحمش عالك i really sorry انا اسف والله i avoid انا اتجنب معروف avoid على طول traveling in the rush hour اللي هي ساعة الظروة whenever possible رأي ساعة الظروة اللي هي ساعة الزحمة يعني he promised to ring على طول انا على طول يعني الفعال دي مفروض automatic انت عارب promise to i am looking forward to hear returning look forward to بعد اي نجي to hear returning was good news او ييجي بعد اي هناون ان returning جينا جاب معنى الرجوع i expect him next week معروفة expect to see expect يا توقع توزاد مصدر زفاير مان او زفاير من معلش زفاير من رجال المطافي managed قلنا الفعلي manage يتمكن من manage مدبوعة بتو مدبوعة بالمصدر يتمكن من يبقى زفاير من managed زفاير كويكلي فين بقى اللي بعدها توزاد المصدر بوت اوت لا بوتينج اوت لا تو بوت اوت اه صح تو بوت اوت خلي بالك انا تو بوتينج اوت غارلة بره خالص يبقى تو بوت اوت تمكنوا من اطفاء النيرانج بسرعة ما تتخدعش وتقول لي مفعول مصدر هي جاية هنا الجملة دي فيها ترك هي اتخذت اخيرا قرار ميدة السجن يبقى تو ليف عشان ما تقوليش مفعول ميد مصدر اي ميد نادر استاضي ماشي انا اكبرت نادري زاكر لكن ما اقولش هي هي دي مش شخص اصلا عشان اكبرها ده هي لتعبير make a decision يعني اتخذ قرار هنا معروفة هل تستخيل انت عيش على صحراء ديزارت ايلاند يا صحراء يعني يعني جزيرة معزولة يعني يا السلام يا ريت والله نسيب البشر ونقعد مع البقر حلوة نسيب البشر ونقعد مع البقر الله علي نسيب البشر ونقعد مع البقر يلا مش مشكلة احنا كده كده قاعدين معاهم عبدالله practices everyday practices الفعلي ده قلت لكم مليون مرة مهم والله وحالينا عليه كتير في الملزمة يبقى running على طول تمارس يعني i object الفعل object خلي بالك لانه بيجي object ناون كلمة object الوحديها كده معناها مفعول الاختلاف في النوت object مفعول او شيء ما لكن object يعطرد سبحان الله object تاخد توزها ضعين جي فين بقى i object being told ننفعش لازم معتو to telling في طريق بيقولي طب i object to telling خلي بالك انت ده الخطأ اللي انت وعت فيه واخترتها كده لا الجملة باسف هقول i object to being told what to do by someone junior to me انا باعترض ان اعطى اوامر الجملة باسف object to being told لكن لو قلت i object to telling نادر انا اعترض على اخبار نادر لازم ان بعدها ما يفعول لو قلت i object to telling الجملة دي مهم i object to telling نادر انا اعترض ان اقول نادر الاخبار دي لكن انا اعترض ان اخبر دي ما يجب ان افعله يعني بحب اشي ياخد اوامر جملة دي باسف the fireman with the first احنا هنا نتعبر with the first with the second وكده يبقى to arrive to plus infinitive she offered me a lift عرضت الديني توصيلة which was very kind of her وده كان كويس منها يبقى she offered to give i don't mind انا لقو مانع يبقى drawing the dishes انه نخص اللي تبقى يعني i have got all the time in the world the doctor advised him بعدها object هو مفعول يبقى to take a course of antibiotics ياخد كورس مضادات حوية زا دكتور لحظ الفرق advised الفعل ده من الافعال قلنا زي قاله وكده لو تبع بمفعول بعده توزع دمز لكن لم يأتي بعده مفعول ببص في المنزمة كده يدبع وين جي فين يبقى taking الفرق في الجملتين انه فيه مفعول هنا وهنا ما فيش خلي بالك اهو i am used دي يوز دي اللي خدناها في unit one اللي بيجاب لها am وز وار فيجي بعدها to i am used to يبقى اين جي طبعا يبقى i am used to فين to وين جي مش to go لو شلت انا معتاد ومازلت معتاد the courer warned us حذرنا ماشي the exhibits lian ويه المعروضات يبقى ان احنا ما نلمسش حذرنا ان احنا ما نلمس يبقى not to touch he always keeps me for half an hour الفعل كيب انت عارف ان الفعل كيب يود بعضين جي keep me waiting بيبقيني منتظر most children are addicted to التعبير دا قلنا addicted to مود من لي من التعبيرات اللي تطبع بقى نجا جما playing never rely on someone else memory learn your own never rely on someone else memory تعتمدش على ذاكرة تحد تاني memory يعني ذاكرة اعتمد اتعلم تعتمد على نفسك on your own تعتمد على ذاكرتك يعني learn to trust your own trust ذاكرة اتك انت بس sometimes you have to pretend احيانا انت بتضطر ايه people that you test النسطة بتكرههم the test يعني يبغض يبغض يعني يكره بشدة فانت فانت احيانا بتضطر ايه تتظاهر ان انت بتحب الناس اللي بتحبهم شي يبقى to like pretend to is the exception هل المعرض ده worth لو تفتكرت كلمة worth ده زي مثلا دي من التعبيرات برضو هل المعرض ده يستحق الزيارة الجملة دي فيها خطأ خلي بالكم لان جاي وانا ايه لك الفعل ادمت يو تبع باين جي يا تو اين جي تمام فالمفروض ما كانش جاب تو واين جي واين جي مع بعض فانختار دي بس المفروض دي كتبها اجابة صحيحة برضو فلو جمنا زي دي بقول اتنين صح في الامتحان طبعا دي برا ماشي لان هانختار دي ايه الافضل ان ادمت بعض اين جي لكن برضو موجودة برضو وموجودة في اللغ فكن انا بقول لك لو جات في الامتحان يبقى دي ودي صح فهم ما دي تمشي ودي تمشي الفعل ادمت لو خصوصية اين جي يا تو اين جي وده خطأ من الراجل اللي كاتب الكتاب عادي يعني if you break the speed limit ده وانت خليفت السرعة حد السرعة يعني you risk انت تخاطر بايزا بوليس انت تخاطر انت توقف او حد يوقفك يعني مش انت اللي هتوقف نفسك يبقى الجملة دي ما تقولش risk stopping لا being stopped انت بتخاطر ان توقف بواسطة الشرطة خلي بقى لك بايا هي يبقى الجملة دي باسة ده بابا هدد هددني my pocket money if I didn't go my work يبقى تستوب هددني انه في الفعل ثريتن بعدين توزاد المزدر I have considered a part time job to help my father او family يبقى جيرنج انت عارف انه consider بعضها نجي او بيقول لك او بيفكر ياخد وظيفة مؤقت عشان يساعد اسرته the two friends enjoyed on the internet يبقى شارنج معروفة انجو ING you seem to على طول زاد المزدر you seem to know انت تبدو ان تعرف هذا المكان have you been here before انت جيت هنا قبل كده seem معناه يبدو او يظهر when he was asked لما تسؤل about the crime he denied هو انكر انت انه شارك فيها يبقى denied وطبع بقى انجو يبقى taking part لما سؤل عن الجريمة هو انكر انه شارك فيها خلوتني مش عارف اجمع شاكر بقول شاكر لأ شارك طبعا انه انكر انه شارك فيها he doesn't let طبعا الفعل let اهو بعد شخص مفعول اهو يبقى مصدر he doesn't let anyone talking class the police officer made him خلي بالك الفعل make معلوم مصدر مجهول تو مصدر معلوم مصدر مجهول تو مصدر خلي بالك زا اوفيسر اهو اد الزابط اهو اد الفعل اد المفعول يبقى الجملة دي active يعني معلوم يبقى دي هنا الاول he was made تبقى الاجابة to get لكن هي هنا جت طبعا لانها معلوم مصدر مجهول تو مصدر بس معلوم مصدر مجهول تو مصدر الله شفت لسه ماكملتش معلوم مصدر مجهول تو مصدر الحرامي اكبر انه اعترف هاد هاد زمان يخبر الفلوس فين يبقى confess خلي بالك الفعل confess يا اعترف خلي بالك يا حمار راح تختار وين تدروا فيه وين اصلا في ما فيش فاعل بعدها فبعدها المصدر يبقى وفضل انا روح اتمشى واسيبي الواجب انت حر انت لا تخيب معروفة انا لا قطيك الانتظار في طوابير يعني ولا انا والله حب شاف في طوابير وخصوصا انا وراح غير بطاقة ولا اعمل الحوارات دي لديه صعوبة فيه طوابير اي نجي على طول يبقى على الافعال الجميلة اللي انا خايف منها وانت لسه مش فهمها بس انا قلت مات مرة وشرحتهم بالتفصيل يبقى بس اصوان بس اصوان إن البنزين خلص يا أخي دول عمرهم بيبطلوا كلام عن نفسهم يبقى talking حاول تستعد المفاك عشان تطلع المصمر ده يبقى حاول قصدي جرب قصدي جرب جرب وشوف ما أنت هتشوف أنت هاي يحصل وهي ينفع ولا لأ يبقى try using زي ما مثلت أنا وإحمد كده وإحمد اللي try taking this جرب تاخد الحباية دي أو try smoking this cigarette طبعاً ده الصديق الفاشي الأحمد I tried him to come but it was no use لكن ما نفعش I tried يبقى حاول تقنعه يبقى الفعل ترايه هنا حاول تبزي المجود يبقى he tried to persuade حاول تقنعه I regret school so young it has ruined my career I regret school so young يعني أنا ندمان أني سيبت المدرسة أنا صغيرة ده دمر حياتي ومستقبل المهني يبقى he regret leaving يبقى أنا ندمان على حاجة حصلت we regret you of delays in today's service إحنا بنعتذر we regret إذا ما مثلت لك كده أنا أنا قاعد مستني التأشيرة ومسافر قصدي ومستني التأشيرة فإحنا بنعتذر لك we regret to tell you that the phase of light has been cancelled يبقى we regret to inform you إن إحنا نبلغك writing skills طبعا هو بتكلم هنا عن الإيميل الرسمي والإيميل غير الرسمي أجماعة بنسريعا كده الإيميل الرسمي بيبقى فيه رسمية وفيه تحيات محددة ما فيش فيه اختصارات ما فيش فيه اختصارات الإيميل الرسمي وبنبدأ بدير سير أو دير سير أور مادم وبننهيب المخلص كذا ما فيش بقى حميمية وما فيش ود لأن أنا مش باعت لصحبي لكن الإيميل غير الرسمي بقى أنا حر باستخدم الإختصارات باستخدم بقى الضمار الشخصية عادي هاي شوف التحية وهالو ودير نادر براحتك بقى يعني تعبيرات فيها إيه الحميمية بين الأصحاب وكده ننزل بقى تحت كده نشوف بقى الاختيارات بيقولك ممكن تستخدم في الإيميل الرسمي طبعا هاي دي ما تنفعش ولا هالو دي للحبايب والأهل وطبعا دي مش دي مش تحية دي في النهاية دي لما بنختم بيها هي دير سير طبعا دي فيها رسمية شوية what should you not وبقولك not to do in a formal email اللي مفروض ان انت ما تعملوش في الإيميل الرسمي بي بولايت لا لازم نبقى مؤدبين offer help write subject لا use contractions ان احنا ما نستخدمش لإيه الاختصارات وكده دائمين راس ما فيش فيه اختصارات we are writing a formal email احنا بنستخدم بنكتب ايميل رسمي which of the following would not be appropriate مش هتكون ملائمة يعني واحدة في دول مش هتبقى ملائمة أصلا للكلام طبعا I will talk to you later هكلمك بعدين دي ما تنفعش أصلا تقولها في من رسم دي thank you وماشي شغالة ممكن تيجي ودير مستر علي و I am looking for ماشي لكن مش هقول I will talk to you later مش هكلمك بعدين والناس مش شغالة عندي what are some examples of when you would use a formal email وعايز هنا بيستخدم دي حاجات نستخدمها في الايميل الرسمي مواضيع تنفع للايميل الرسمي when texting your cousins اعتقدش ان دي تنفع ما تبعت لولاد عمك وكده when applying for a job اه دا ايميل رسم when sending a business proposal نبعت عرض بقى في البزنس اه دا ماشي ايميل رسم يبقى تمشي بقى بوس B and C يبقى دي الايجابة الصحة B تنفع و C تنفع لكن احنا نبعت لولاد عمنا والحوار دا دي ايميلات غير رسمية مش هتنفع يبقى الايجابة B صح و C صح you are sending an email application for a job بتاعت باعت ايميل الابليكيشن الوظيفة how should you start ازاي تبدأ if you don't know لو انت متعرفش his or her name طبعا اللي مش اقول دير عباسي بانعارفه ولا هي دير لا طبعا ولا اور answers ازاي الكولكت هي الاجابة to whom it may concern اللي من يخصوه الامر طبعا مش عارف حد دوا مين بقى which of the following is the best clothing بتختم بيها to an email you open with dear sir or madam يعني دي تحية لازما برضو خاتمة تمشي معها طبعا dear sir or madam يبقى دا ايميل رسم to whom it may concern should الكل دي بدايات او هتبقى ايه بقى النهاية اللي تنفع مع الايميل الرسمي take care لا bye لا سنسير لي لا هي المخلص كزا عشان دائمي الرسمي اصلا من البداية بتاعته هانت هانت اخر حاجة translation لان طبعا صفحة 72 القصة احنا لسه ما خدناش الجزء دا لو تروح تحلها بقى بقى كتور مش عارفة حلها دا لسه على شابتر 5 هشة باشة على الترجمة ما تخافش تعني دائما التطورات في التكنولوجيا ان البشر يفقدون وزائفهم بل يمكنهم خلق وزائف ايضا تعني دائما فين تعني دائما دا بقولك don't يا راجل يبقى بره اللعبة خالص لا تعني دائما التطورات في التكنولوجيا ان البشر يفقدون وزائفهم ماشي دي شغال بل يمكنهم شغل وزائف ايضا دي شغل كريت دي انا معناها شغل ولا خلق واجد طبعا ما تنفعش يبقى دي بره لا تعني دائما التطورات في التكنولوجيا ان البشر يمارسون وظائفهم بل يمكنهم خلق وزائف ايضا بزمتك في التكنولوجيا ان البشر يمارسون ان ذات يومانز لوز لوز يفقدون ولا يمارسون بره دي خالص يبقى الأخيرة لا تعني دائما التطورات في التكنولوجيا ان البشر يفقدون وظائفهم بل يمكنهم خلق وظائف ايضا احد المميزات of till working is working at your own pace and space بتعمل على مزاجك بقى يعني تعمل مكان والمساحة اللي انت تحبها you might work from home or anywhere you want احدى مزايا العمل عن بعد هي العمل بالسرعة والمساحة التي تناسبك ربما تعمل من المنزل او في اي مكان تريده ايه دي الاجابة واضحة زي الشمس ايه طب تعالى كده نشوف اللي تاني غلط ليه احدى مزايا العمل السريع لا احدى مزايا العمل الثابت لا احدى مزايا العمل عن بعد هي العمل بالسرعة هو الموعد ولا المساحة لا المساحة يا باشا بقى دي بره اللعبة خش بقى على الجملة تاني دول خلاص كده تؤثر التكنولوجيا على جميع مناحي الحياة لذلك يجب على المدارس تحديث المناهج لمواكبة التقدم التكنولوجيا وانا من هنا بقولك تعلمك للغة يؤثر على لغة اخرى يعني ايه لو لا تجيد اللغة العربية لن تجيد الترجمة يعني ايه يعني لو انت حمر في العربي هتبقى حمر في الانجلش فلازم تبقى شاطر في المادة اللي انت بترجم منها وإليها تكنولوجيا بص يا باشا دي ايه دي بقى دي بالزمتك دي تؤثر ولا دي افكت استأثيرات يبقى دي بره اللعبة خالص انا مش اكمل لان لو هتؤثر يبقى تكنولوجيا افكتس اهي يبقى هي مش هي طبعا دي تكنولوجيا افكتس اول اسبكتس اف لايف therefore لذلك schools must update curricula اللي هي المناهج to keep pace with technology and progress هي الاجابة دي على فكرة واضحة زي الشمس هاي لكن تكنولوجيا افكتس اول اسبكتس نمشي كده مع بعض اوف لايف هاوفر ومع ذلك لا اوه ما قالش ومع ذلك وبقول لي ذلك هاوفر غير ليه therefore تكنولوجيا نشوف الاخيرة برضو افكتس اول اسبكتس تمام اوف لايف therefore schools must download لا مش download ولا حاجة وبيقول المواكبة مش تحميل المناهج يبقى دي بره اللعبة برضو اتنين الالتزام بالقوانين هي احد سمات المجتمعات المتحضرة والتي بدونها ستصبح حياتنا فوضى طبعا بيقولك هنا violating rules ده مش الالتزام بالقوانين ده انتهاك القوانين دي بره خالص sticking to rules is a characteristic لحد الان كويس سمة of civilized societies والله uncivilized uncivilized يعني غير متحضر يبقى دي بره اللعبة sticking to rules بيزميتك دي rules دي كواعد وكوانين the rule اللي انا قلتلك دي معناها دور لو تفتكروا كتبتلكوا الكلامات دي على الصبور يبقى دي بره اللعبة اللي جابة الاخيرة sticking to rules is a characteristic of civilized societies without which اللي بدونها our lives would be a mess اللي هتكون فوضى خلي بالك mess يعني فوضى وطبعا هنا الحمد لله انت هنا من ال unit 5 كمان هنزلوكو برضو الحاجات اللي كانت اللي أنا ما قلتهاش قبل كده ال units اللي فاتت اللي كنت منزلها لك بديف ان شاء الله تبقى عن كده بس لما صوت يعود كده ما تقلقاش وان شاء الله هنزل ده كله بإذن الله هشوفكم على خير دايما وفي النهاية دايما بقول لكم no gain without being مفيش مكسب بدون ألم وتعب وان شاء الله الحلم يتحقق وتوصلوا لأحلامكم سابروا وازبروا وتعبوا وبإذن الله النتيجة تبقى بخير احنا مش هنقعد نفكر النتيجة تبقى ايه ما تحبطش واصل ولا تيس الجو هيبدأ عبارة بلا شحور الدافع اللي عنده حلم ما بينامش شوفكم على خير السلام عليكم